تقام فعاليات معرض الخليج الرابع والأربعين لتكنولوجيا المعلومات تحت شعار التعاون العالمي لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي ويضم المعرض الذي يستمر خمسة أيام أكثر من أربعين قاعة عرض مقسمة إلى خمسة مواضيع رئيسية بما في ذلك الاستثمار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الفائغ وأمن الشبكات وإدارة البيانات والمستقبل هذه هي مرة تسابع التي تشارك فيها شركة تشاركتو تشاركتو موماوينترنشن في مرد جيتكس في الواقع يمكننا لا شرابي أن منافسة الرقمية قوية في منتقات الشركة وأنا تتوير إسراتيجية لكل دولة خصوص الإمارات يتجه نحو تحول الرقم لذلك نعمل أي دون في سكتام القدرة شركة في تحول الرقم واتصالات أساسية لنقدم منظورة مختلفة لإظهار كيفية مساعدة الشركات الصينية في تحقيق تحول الرقم وإرتقاء بخدمات اتصالات إلى مثوى عالى وخلال المعرض أظهرت العديد من الشركات الصينية أيضاً قوة الحكم الصينية بشكل كامل بأحدث نتائج وأحدث المنتجات والخدمات والعلول في مجال الذكاء الاصطناعي وحظيت باهتمام واسع النطاق وباليوم الأول من المعرض قام محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بزيارة إلى قاعة العرض الخاص بشركة خواوي وغيرها من القاعات الأخرى لمناقشة أحدث التقدمات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسب السحابية والتحول الرقمي مع قادة الصناعة رابطت شركة خواوي السيناريوهات التطبيق الفعلية بالنموذج الكبير منذ المراحل الأولى لتدويره على سبيل المثال في مجال الأرصاد الجوية فرابطنا النموذج الكبير بحانكو بسيناريو التنبوة بالتقس في الواقع تستخدم العديد من مكاتب الأرصاد الجوية حول العلام بما في ذلك تلك التي في أوروبا والشرق الأوسط نموذجنا الكبير لإجراء تنابؤات بالتقس في الوقت الفعالي تحتاج السوق الحالي في الشرق الأوسط إلى التحول الرقمي والتطوير الذكي وتحت شعار التعاون العالمي لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي أعربت العديد من الشركات الصينية المشاركة في المعرض أيضا عن أملها في الاستفادة من هذا المعرض ولتعزيز تعاونها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعمل تعاون الشركات الإقليمية على تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكمله نأمل أن نستخدم هذه المنصة لعرض تسنيع المتقدم في الصين كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعميق تعاون بين الصين والإمارات في التكنولوجيا حتى في مجالي طيران ترجمة نانسي قنقر